التقارب هذه المرة يبدو أنه تقارب غير مسبوق على مدى ثلاثين عاما تقريبا ما تعليقك أستاذ جاسر سعيدكم أكستر رائد وسعيد بالزملاء أيضا وتحية لهم طبعا لنا اتفك أنه يعني السعودي والعراق يعني كبلدين سياسي في المنطقة بينهما علاقات تاريخية هذه العلاقات قائمة في الجوهر حتى في الجوهر الاجتماعي ليست فقط في الشان السياسي هناك الصلاة هناك تمازج هناك حتى تداخل في جوانب في النسجة الاجتماعي بين مناطق سعودية وعراقية بحكم امتدادات يعني الأسر معينة وموجودة وحكم التعايش الطويل لفترة طويلة نحن جيران لكن اليوم كانت مهمة في فترة يعني صار هناك حالة تباعد بين البلدين لأسباب كثيرة ليس هذا ما تطرح لكن هنا العودة نشهد يعني محاولات المملكة بدلت جهدا للتقارب أيضا مع العراق منذ عام 2017 تحديدا وكان هناك محاولات اليوم لا فلن هناك نقلة كبيرة حقيقة أنا شخصيا شعر بتقدير كبير للسيد مصطفى القادمي لما يقوم به من جهد في تعزيز قيمة العراق وبالتالي التواصل الكامل وهذا ما رحبت به المملكة وانفتحت عليه بالتام ولحظنا في الفترة الماضية حجم الزيارات المتزايد والمتسارع بين المسؤولين